طريقة اللي هيلعب بيها الأهلي في مباراة الرجاء غدل إن شاء الله من وجهة نظرك هتكون إيه؟ الأنسب للأهلي إيه؟ والأفراد كمان أسماء الأفراد اللي مفهود يشاركوا في هذه المواجهة وإزاي كمان موسيمان يقدر يقسم المباراة دايما المباراة دي بتبقى محتاجة تقسيم جيدة وزكاية من المدير الفني خاصة إنها هتلعب مباراة كبيرة وسط عدد كبير من الجماهير ملعب الرجاء دايما ملعب حماسي جدا في ضغط وفي توطر بكل تأكيد يتعامل إزاي موسيماني مع هذه المباراة؟ نقطة مهمة جدا يا كريم انت ربطت ما بين الملعب وحماس الجماهير 35 ألف أو 40 ألف يكونوا موجودين بكرا إن شاء الله مراكم محمد الخامس دايما سواء بيلعب عليه الرجاء أو الوداب بيقوم وانتلع عن آخره الشكل إنك أولا لازم تمتصر الرجاء ده مش معناه إنك تتراجع لأ معناه إنك تعمل هولد للملعب معناه إنك تبقى واقف كويس ومرحل كويس ماسك كويس عمل الماركن كويس قافل الجابس اللي عندك بشكل جيد تلعب 4-3-3 ليه 4-3-3 ناس كتير عايز أنا نلعب 3-4-3 ناس كتير كان بتقول إنه دي أفضل طريقة لعب بها النادي الأهلي لكن خليني ما هو أنا عشان أختار طريقة أنا لازم أبص للمنافس بيلعب إزاي المنافس بيلعب 3-4-3 في كل المباراة اللي فاتت هل هيلعب لما نيجي للرجاء أقول هل هيلعب 3-4-3 ولا لا لكن 3-4-3 أنا بأمم بيها الخط الخلفي بشكل كبير لكن لما بيكون بيطرح علي بلعيب واثنين أو إن الفريد اللي قدامي بيلعب إزاي كان الفريد قدامي أصلا ما عندهوش مهاجمين الفريد اللي قدامي بيلعب حتى المهاجم اللي عنده هو شادو سترايكر حميد أحداد بيلعب في الاسبيس فين اللي جي منها الجون الأول اللي أحرزه الرجاء في القهر اللي هو منه تجميع اللعب ناحية اليمين محسن بيتولي الجناح بيسقط معاه وابطل الترحيل العكسي اللي أنت كنت بتتكلم عليه اللي هو المشكلة الدفعية عند النادي الأهلي لما الملعب بيتحرك كده لو ناشي في إيدي لما الملعب بيتحرك كده الموضمون توي الرجاء بيتحركه معاك لأنه بيجمع اللعب ناحية اليمين فمن اللي دخل جاب الجون محمد زريد ده جناح الشمال دخل جوه العمق فهو بيجمع ناحية اليمين وهي دي طريقة اللعب الرجاء بيعتمد على حاجتين مهمين جدا 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 في طريقة لعبه الست بلاي أنه بيجمع اللعب ناحية اليمين وبعد كده يبتدي يلق ناحية الشمال أو في العمق بكروسس أو كور بيتم إرجعها للخلف التجميع ده بيتم بمحسن متولي وحميد أحداد ومعاهم محمد زريد اللعب الثالث اللي متقلق بشدة الموسم الحالي الطريقة الثانية هي الست بيس اللي مهمة جدا الأهلي نجح تماما في السيطرة عليها في مباراة الزهاب لكن مهمة جدا 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 تحت الضغط الجماهيري ده حالة التركيز والترحيل والمسك لازم تقماس كوي بشكل كويس جدا غياب مروانها نهودي المدافع الأساسي والوحيد اللي تقريبا ما بيتغيرش في خطة فع نادي الرجاء هو أفضل لاعب عندهم في الست بيس أو في الكرات السابتة مسجل هدفين في دور المجموعات رغم أنه مدافع وقلبة فع بيشتغل بشكل ممتد مش موجود في مباراة العودة لكن هيستعيدوا ورقة مهمة جدا جدا هو محمد النهيري محمد النهيري واحد من أفضل اللعيبة الجوكرز اللي بلعبه كان موجود قبل كده في الوداد ولعب في نادي العين السعودي لفترة وبعدها متواجد دلوقتي في نادي الرجاء كان موقوف ما لعبش مباراة الزهاب بسبب تراكم البطاقات لكن هنا هي دي النقطة اللي هتحدد رشيد التوصي يلعب ازاي رشيد التوصي ما عندوش في الشكل الحالي غير 3 مدافعين الثلاثة اضطرد منهم واحد فما عندوش غير اتنين رشيد التوصي السبع مباراة اللي لعبهم أربع مباراة في دوري الأبطال مباراتين في الكاس ومباراة في الدوري السبع مباراة لعبت 3 اربعة ثلاثة ما غيرهاش أبدا مهما حتى كان بيغير الأسامي كان مريح مجموعة من اللاعبين في مباراة الكاس لكن ما غيرش 3 اربعة ثلاثة لكن دلوقتي هو أمام اختبار صعب ما عندوش لعيد ثالث يلعب في الخط الخلفي عنده إلياس حداد موجود وجمال حركاس الاثنين موجودين دول الثلاثي المكمل اللي مروانها دودي مين بقى يخش يلعب ثالث معهم هو ده اللي بيفكر فيه هل هيدخل أسامة سقحال الباكليفت اللي لعب مباراة النادي الأهلي لولوينج باك ويخش يلعب معهم ثالث ولا يلعب محمد النهيري اللي راجع بعد الإيقاف في مباراة الزهاب ويكون موجود لأن محمد النهيري لك أنت تخيل محمد النهيري لعب مع منتخب المغرب للمحليين ومنتخب المغرب الأول والوداد والرجاء ولان السعودي لعب في كل مراكز خط الدفاع ولعب في الجناحين لعب في ستة أو سبع مراكز في الملعب ورقة مهمة جدا جدا لازم يتم التركيز عليه محمد النهيري لعب في الليفت سنتر باك وفي الرايد سنتر باك وفي الرايد باك وفي الليفت باك جناح اليمين وجناح الشمال في كل مراكز دي في محمد النهيري ورقة مهمة جدا هتحدد مين اللي هيلعب تالت لو أصر رشيد التوصي أن يلعب بتلاتة في الخط الخلفي فتلاتة أربعة تلاتة هتسمح بنفس المشاكل اللي كانت موجودة عند الرجاء ومن هنا لما نقول إن الرجاء يلعب بتلاتة أربعة تلاتة بنفس الشكل خلينا نقول كمان للتشكيل المتوقع للرجاء بكرة إنه هيكون عنده الثلاثة لو دخل النهيري في العمق هيكون عنده جمال حركاس إلياس حدد ومحمد النهيري أسامة سقحال ناحية الشمال عبدالإلهما تكور ناحية اليمين هيلعب باتنين في قلب الملعب فابرسنجومة ومحمد المعكازي دول اتنين حتى كنا نتكلم على إنه لعب بتلاتة أربعة في خطر وسط والسلاسي الأمامي اللي ما بتغيروش محسن متولي محمد زريدة وحميد أحداد التلاتة أربعة تلاتة والشكل التشكيل المتوقع للرجاء اللي يلعب بيه بكرة لازم تقابلوا أنت إنت إزاي تقفل عليهم الملعب بالشكل ده لما تلعب أربعة تلاتة تلاتة في وجود الرباعي اللي موجود المباراة اللي فاتت هو نفس الرباعي محمد عبد المانا مياسر إبراهيم قلبين دفاع ناحية اليمين بمحمد هاني ناحية الشمال بعلي معلول لو ربنا أراد لأنه لسه يعني نحن لسه بنتكلم باقي ساعات لكن لسه الراجل بيفكر هل يتم إشراكه ولا يرجع تاني لأي من أشرف اللي لعب مباراة الزهب وسط الملعب ووسط الملعب هيلعب بالثلاثي حمد فتحي قدام الاتنين عشان يحمي خاصة الناحية الشمال وده نقطة مهمة كنتم تتكلم عليها كريم الترحيل والجابس والمشاكل اللي لدي الأهلي بيتم اختراقه عن طريقها فين؟ الاسبيس اللي موجودة ما بين قلب الدفاع سواء ناحية اليمين أو الشمال قلب الدفاع اليمين والباكرايت قلب الدفاع الشمال والباكليفت مين القادر انه يشتغل في الاسبيس دي وحمد فتحي الكنين قدامه بقاليو ديانج وعمر السلية وثلاثي أمامي لازالت الحيرة أكيد في رأس بيتسو انه يمكن زي ما قلتلك من شوية أنا سألته في المؤتمر حسنت ان شريف ممكن ما يكونش موجود فانت شايف ان بيرس تاوي ممكن يبقى موجود من على اليمين أو على الشمال ونورته دايما بستمتع جدا دايما ببقى وانت معايا ببقى مستمع جيد حبيبا ربنا يخلي عشان ما شاء الله يعني أداء راعة جدا أنا مستمتع بيكم ومفسوط أن أنا بجد معك العاية أشكرا